واخفض لهم جناح الذل من الرحمة تتعامل معهما في غاية الذل وذلك جاء عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى أنه كان يمشي مع والده والد شيخ كبير ففي الطريق صادفهما نهر صغير والد ما استطاع أن يتجاوز النهر ما استطيع أن يقفز ولا أن يخطو خطوة يعني كبيرة والد كبير شايب فماذا فعل ميمون بن مهران إذا به ينبطح على بطنه على الوحل والطين والماء ويقول لي والده هيا امشي على ظهري أصبح مثل الجسر ومشى والد على ظهر حتى تجاوز النار وكان أظن الفضل بن يحيى رحمه الله تعالى سجن هو ووالده في السجن وكان والد أيضا شيخ كبير ما استطيع أن يتوضأ بالماء البارد ففي ليلة من الليالي السجان الحارس منعهما من أن يدخلاء الخشب ويوقد النار حتى يعني يكون الماء دافئا حارا والماء الذي عنده الآن ماء بارد والد ما استطيع أن يتوضأ به للصلاة ماذا فعل الولد؟ إذا به يأخذ الماء ويضعه على رأسه ويقربه من المصباح مصابيحهم كانت من نار يقول أنا بدف الماء لوالدي في المصباح عند المصباح وبات ليلته وهو يحمل الماء على رأسه حتى يصبح الماء دافئا بنور المصباح إلى أن قام والده لصلاة الفجر وأعطاه الماء الدافئ شوف كيف واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكان أظن شريح أو غيره كان يدرس الناس في حلقات العلم فتأتي أمه شريح القاضي قاضي كبير من سادات التابعين يعلم الناس والناس مجتمعين حوله بالآلاف في المسجد تأتي أمه في المسجد تقول قم يا شريح وأطعم الدجاج في البيت فيقوم من بين عامة الناس يذهب يطعم الدجاج شوف هذا العمل ربما يكون أفضل من تدريس وتعليم للناس لماذا لأنه بر الوالدين ما أعد لشيء فهكذا كان أم أبي حنيفة هذا الإمام أبو حنيفة كانت تقول لهم اذهب إلى فلان والسفتيه طيب هو إمام المسلمين الآن في زمانه إمام الفقه تقول لي لا أنت ولدي أعرفك أنت ما تعرف شيء اذهب إلى فلان اسأله ما أخذ بفتواك فيذهب أبو حنيفة هو الإمام إلى واحد من هو يعتبر كأنه من طلابه يقول لي يا إمام أنت تسألني يقول لا هذا أمي أمي أمرتني بهذا يسأله ويأخذ الجواب يقول يا أمي هذا جواب فلان شوف كيف كانوا يعاملون والديهم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كان بعض السلف ما يمشي أمام والده ولا يمشي في بيت فوق والده يعني إذا كان والده في الطابق الأسر وما يمشي فوق يقول لا يعني للدرجة هذه اليوم الوالد يحتاج من ولده خدمة يقول لا والله يا أولد يعني مشغول وين مشغول؟ مشغول مع ربعه وأصدقاء ولا مشغول في رياضة ولا في ولا والد كبير يحتاج إلى من يأخذه إلى المسجد بالعربة فيتضجر وربما يعني لا يبالي به وتفوت عليه صلوات سبحان الله وإذا مشى مع والده كأنه يعني كأنه أخوه الولد ينبغي أن تواضع يضع لوالده نعله يفتح لوالده الباب يقبل رأس والده ويديه يقبل رأس أمه ويديها ورجليها ما يستنكف عن مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يريد أن يجاهد في رواية لما قال له يعني ألك أم قال إلزم رجلها فثم الجنة فإذا قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة هكذا الرحمة والتذلل مع الوالدين